بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر اليوم رح نسوي وصفة صنية البطاطا مع اللحم المفروم بالفرن طبق كتير طيب وعن جد سهل وسريع وكتير حيعجبكم إن شاء الله هو عبارة عن بطاطا مهروسة ومحشية بلحمة مفرومة ورح نحطها بالفرن ونحط عليها كمان جبنة إذا بنحب حتكون كتير وصفة طيبة وإن شاء الله تتابعوني للآخر وتعجبكم في البداية أنا عندي أربع خمس حبات بطاطا كبار أو مثلا مجموعة حبات بطاطا هيك تكون صغيرة حسب ما أنت عندك بتك تقشريها وتقطعيها وتحطيها على النار تسلكيها عبين ما تستوي وفي كلاي هون عندي حطيت شوية زيت وفرمت بصلة كبيرة ناعم فرم ناعم وحستم على النار شوي وضفت عليهم تقريبا يعني 350 أو 400 جرام لحمة مفرومة طبعا الكمية أنا بترجع قلقتكم ياها تكون كمية كبيرة ولا لا وطبعا بس تستوي نكلبها على النار أحط عليها ملاح فلفل أسود بهارات السبعة ببابريكا وبهارات السمنة ورح أحركهم على النار عبين ما يتدبل وتنشاف الماية تبعتهم هاي الوصفة للناس اللي بيحبوا البطاطا لمحبين البطاطا أو للي بيحبوا الصوان اللي بتتسوى في الفرن أو مثلا اللي يملوا من الطبخات الاعتيادية اللي بنطبخها كل يوم عن جد طبخة حلوة وسريعة وسهلة وزاكة كتير أنا صراحة زمان ما طبختها فتذكرتها وحبت أشارككم الوصفة بعد طبعا ما نكلب اللحمة وتستوي وكل إشي رح نحطها في مياه صفايا عشان تصفي الزيت منها أنا هنا عندي البطاطا صفيتها من الماء وحطتها بيجات وحطت عليها تقريبا من 3 ل 4 معالق زبدة بإمكانكم تضيفوا كمان ربع أو تقريبا تلت كوب حليب أو كريمة سائلة أنا ما عندي ومحبتش بصراحة أحط عليها إشي لأن أنا دائما بعملها كنت بدون حليب بس بإمكانكم إضافة الحليب برضو يعني بتصير حليب أو كريمة سائلة اللي هي كريمة الطبخ يعني تقريبا نص كوب أو تلت كوب عفوا ربع أو تلت كوب وراح نحط طبعا نهرسها منيح يعني بأي أداة يعني عندك رح تهرسيها منيحة بينما تشفيها يعني ما ضل فيها أي تكتلات وراح نحط عليها ملاح وفي الأسود عندي أنا هنا بايركس كبير يعني حجمه مش متوسط كبير شوي دهنته بزبدة طبعا رح نحط نصف الكمية اللي عنا بالبل يعني البطاطا اللي هرسناها رح نحط نصف الكمية بالصينية وراح نفردها بشكل متساوي في الصينية وبعدين رح نحط حشوة اللحم المفرومة طبعا اللحم المفرومة لازم تكون مصفية زي ما حكت لكم بمصفية بعد ما نخلص منها يعني نطبخها وزي ما حكيت لكم بإمكانكم برضو تضيفوا الجبنة فوق اللحمة طبعا بإمكاننا نستخدم صينية تانية مش شرط يعني تكون بايركس أي صينية فرن بتزبط وزي ما حكت لكم هون رح أنا أنزل اللحمة كطبقة بالوسط وراح نحط عليها نفرد عليها شوية جبنة مزوريلا يعني هذا طبعا إشي خياري بنسبة لك بإمكانكم ما تحطوا جبنة بس الجبنة كتير بتعطي طعم زاكي وبتعرفوا يعني جبنة سبحان الله يعني تنضاف على أي إشي خاصة البطاطة بتطلع كتير طيبة بإمكانكم يعني تحطوا بدل الجبنة كمان مثلا شدر جبنة شدر تانية وبرضو اللحمة المفرومة بإمكانكم زي ما عملت صينية الكلاج تضيفوا مع الوصل عفوا فلافل ملونة هيك تفرموها ناعم واضيفوها مع البصلة كتير بتعطي طعمة وتراوي للحمة جربوا شوفوا وصفة صينية الكلاج اللحمة بالفرن كتير كتير طيبة طلعات رح نفرد عنا هون البطاطة زي ما حكت لكم طبعا إنتي رح تكوني محمية الفرن من تحت على درجة 350 في هرنهايتي أو 180 أو 175 مئوي رح نكوني محميين الفرن ورح نحط الصينية بالفرن من تحت سوف نحط جبنة برضو على الوجه عبين ما تشوفوا الجبنة ساحة وإذا فرنكم حامي طبعا هيحمر البطاطة كمان من فوق تقريبا حتوخد تقريبا 25 إلى 30 دقيقة أو إذا ما شفتوا الجبنة ما بتحمرت بسرعة بتقدرو تشغلوا الشواية من فوق وتحمروها أنا زي ما حكت لكم هون أضفة مازوريلا تشيز أو جبنة المازوريلا وبإمكانكم إذا ما عندكم جبنة تحطوا اللي هي البقسمات أو البنكو تبع البريت كرمز أو الكرشلة اللي هي بنستخدمها للدجاج كتير طيبة برضو إذا بتحطيها على الوجه إذا ما عندك جبنة بس الجبنة بصراحة يعني أطيب مع البطاطة وهيك أنا بعد ما حمرتها في الفرن وطلعتها بتقسميها طبعا بالسكين بالشكل اللي أنت بدك إياه وهذا هو الشكل النهائي تبعها عن جد جدا جدا طيبة وأكلة زمان ما أكلناها إذا بتحبي البطاطة والجبنة عن جد رح تعجبك بتمنى إنكم تجربوها وبشكر كل اللي بيعملوا شير لفيديوهاتي بيشاركوها مع أصدقائهم أو صفحاتي للتواصل الاجتماعي عندهم مشكرين وجزاكم الله خير وبتمنى إن شاء الله تتابعوني دائما وأهلا وسهلا فيكم بوصفات سمار وصحتين وألف عافية